بالفعل نحن نتحدث عن غارة إسرائيلية عنيفة وقعت فجر هذا اليوم في مخيم يبنى في مدينة رفح استهدفت منزلا يعود لعائلة برهوم هذه المنطقة وهذا المخيم يبنى الذي يقع على مقربة من الحدود المصرية تعرض خلال ساعات الليل لغارة إسرائيلية كانت صعبة جدا وكانت ذات صوت مرتفع أحدثت حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين حيث أن إسرائيل خلال الساعات الماضية والأيام الماضية كثفت من غاراتها في المنطقة الحدودية ما بين قطاع غزة والجانب المصري من ناحية الجانب الفلسطيني حيث المكان الذي تكدس فيه آلاف النازحين لم تتوقف إسرائيل وهي تحاول استهداف هؤلاء المدنيين العزل الذين طلبت منهم أن ينزحوا من مدينة غزة ومن خان يونس ومن شمال القطاع إلى مدينة رفح ومعظم من تم تسجيلهم من الشهداء في محافظة رفح هم من السكان الذين نزحوا من تلك المحافظات إلى هذه المدينة لم يتم تسجيل أي من الإصابات أو الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي وقعت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لكن سبقها كان هناك عدة غارات إسرائيلية في الأيام الماضية حيث أن إسرائيل كثفت من غاراتها تجاه هذه المدينة لكن عندما نتحدث عن الواقع في هذه المدينة وواقع النازحين والواقع الطبي فإن الأمور صعبة جدا أعداد النازحين في مدينة رفح تزداد بشكل كبير وغير مسبوق في ظل انعدام كل ما يتعلق بالحياة الطبيعية انعدام كل ما يتعلق بوجود الطعام والشراب ووجود أماكن مخصصة للنازحين لأننا نتحدث عن امتلاء كامل لمراكز الإيواء امتلاء كامل للمساحات الخالية من العراء امتلاء لبعض الطرقات والشوارع التي لجأ إليها النازحين في ظل عدم قدرتهم حتى على توفير الخيام أو توفير مكان يأويهم في الصباح من هذه الشمس وفي المساء من ساعات البرد نحن نتحدث عن انتشار كبير وغير مسبوق في الأمراض والأوبئة بين هؤلاء النازحين في كل أماكن تواجدهم لأننا نتحدث عن عدم قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات والشهداء الذين يصلوا إلى المستشفيات إلى جانب أن الإصابات والشهداء لا يتوقفون في ظل نقص حاتف الأدوية والمستلزمات الطبية لدى المستشفيات في قطاع غزة وبالتحديد في مدينة رفح ومدينة خانيونس اللتين تتعرضان وكذلك وسط القطاع يتعرضون لانهيار كامل في هذه المنظومة الصحية ومحاولة التأقلم والتعامل والسيطرة على أحد الإصابات التي يتم وصولها إلى المستشفيات أيضا إلى جانب ذلك نحن نتحدث عن ما يدخل عبر معبر رفح البري وهي مئة شاحنة لم تزد بالمطلق ولم تنقص أيضا لكن ما يصل حتى هذه اللحظة هو مياه وشاحنات بضع شاحنات من الوقود وكذلك أدوية ومستلزمات طبية وكان هناك حديث يدور بأن سيتم تفعيل وعمل معبر كرم أبو سالم ربما خلال اليومين القادمين من أجل دخول عدد أكبر من الشاحنات لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل بالفعل دخول لأي من الشاحنات إلى خطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي كان يعمل قبل الحرب وكانت تدخل من خلاله ما يقرب من 400 إلى 500 شاحنة يوميا وأيضا يتم من خراره خروج الشاحنات أيضا للتصدير إلى الضفة الغربية وإلى دول أوروبية وأيضا إسرائيل أفرجت بصباح أمس عن تقريبا 500 تم واعتقل فلسطيني كانت قد اعتقلتهم في شمال القطاع واعتقلتهم أيضا من مدينة غزة وخلال رحلة النزوح من غزة وشمال القطاع إلى وسطه وجنوبه وكذلك في العمال الذين يعملون كانوا في داخل إسرائيل وتفرج في كل فترة عن عدد قليل منهم كانوا من شهاداتهم أنهم تعرضوا للتعذيب تعرضوا للتنكيل تعرضوا للتحقيق والاستجواب من قبل جيش الاحتلال إلى جانب أنهم تعرضوا للضرب المبرح وما زالت آثار هذا الضرب على أجساد هؤلاء الذين تم اعتقالهم في ظروف غير إنسانية وغير أخلاقية بالمطلق فيما ما زال عدد كبير تواجدون في داخل المعتقلات الإسرائيلية ويخضعون لتحقيقات وتعذيب داخل السجون الإسرائيلية والمعتقلات الإسرائيلية في مشهد إجرامي كبير جدا لأن مشهد الإجرام بدأ عند لحظة اعتقالهم وتعرضهم للضرب وخلع ملابسهم بشكل كامل ومن ثم إبقاؤهم في ساعات لساعات طويلة في العراء دون أن يجعلهم يرتدوا ملابسهم من شدة البرد الذي يضرب الأراضي الفلسطينية هذه صورة الأوضاع رفح ما زالت تستقبل آلاف المنازحين ما زالت تنقص فيها الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والشراب وما زال سكانها تنتشر بينهم الأمراض والأوبئة وتتعرض أيضا في الوقت ذاته لغارات إسرائيلية متواصلة إلى هذه اللحظة محمد أدعور مراسل الغد من رفح شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر